السلام عليكم ورحمة الله تحية لمتتبع صفحة اليوفينتوس عبر الانستغرام اليوم الحديث عن طبعا أوفياء اليوفي في الحقيقة إن صح التعبير في المحنة التي تعرضها اليوفي في الظروف الصعبة التي عاشها اليوفي عندما هبط إلى دور الدرجة الثانية الحديث عن كامورانيزي ديل بيرو تريزيغي جون ويجي بوفون بافل نيدفيت كلها أسماء في الحقيقة بقيت وفية بشكل كبير جدا حتى اللعب في دور الدرجة الثانية تحدث عن الجميع أنه لا يليق بها إلى أسماء الكبيرة التي قدمت نفسها بقوة للعالم في ذلك الوقت لكن هم بقوا أوفياء لأنهم في الحقيقة اليوفي منحهم كل شيء لذلك منحهم كل شيء لذلك هم كذلك حاولوا أن يقنعوا العالم أن الوفاء بالنسبة للنادي لا يكون دائما فقط بالبقاء في النادي بل بالاستمرار معه ويعيش معه كذلك اللحظات الصعبة لذلك بقوا أوفياء لأن اليوفي يجري في دمائهم وفي عروقهم وأرسلوا لنا درسا وعلمونا درسا في الوفاء الرياضي في عالم كرة القدم